واحد الفقيم سكين غادي بالسلكة بزربان وعندو غاش لاب واحد وعزالي طريقة واحد السدرة شرقتها منهن هايش بتستيله وينكتب واحد الورقة هاد السدرة اللي حفرت حتها بواحد ثلاثة متر وكان تحتها خزنا الصندوق وعالقها فيها بيزوها الغادي يسقي ومعين اخزنا تحتها بثلاثة متر و جاب الفاس قل بها كملة النهار لأخر جلال الطالب واحد رقي الجلال اخواني 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 ارامتي احياتيكم جميعا ارحيكم كل واحد باسمي في اي ممكن انتم ازول في اللهم اخواني كما ستشوف العنوان وصورة صغارة اليوتيوب في هذا الفيديو سأتحدث عن هذا الأحداث الذي وقع الأنف سبتا ورأنا أعداد هائل المهاجرين يدخلون سبتا مغاربة و أفارقة و سوريين هذا الموضوع حساس بكثير ونرى أن المغرب و بلاده يسكت يتكلمون عن هذا الموضوع يجعلون خبزة حتى الطيب خبزة حتى الطيب لكن أخرج شخص أمي العام أمي العام حزب الاستقلال لذلك نظر بركة أخرج شخص صريح يستغرب يستغربون هذا الناس و يفكرونه و لا يفكرونه يعني أنت و لا تجدونهم و لا تجدونهم و لا يفكرونهم و لا يفكرونهم و لا يفكرونهم أولا أنا جد فخور بلدي و على رأسها قيادة بلدي لأن هذا الشيء الذي وقعه الآن في سبتا وهذا التعامل بالنجل بالنجل يدل على شيء فإنما يدول على أن المغرب لا يكون هذا المغرب من خاطر أوروبا هذا المغرب من خاطر أوروبا وصن أوروبا وحزر أوروبا وريري أوروبا رات رات مساطيا حينما عندما ينظر أن تمصل مع هذا المغرب اذا كنت إخفضت على أوروبا وغيث جه player تتغيث عن كل شكك بلا أستنوى أيهاPA نحن يزوم نفحوم تبحث في هذا المغرب ومعان processors لين اعتبر السياسية تمثل هذه الزيادة في عدد المهاجرين غير القانونيين أزمة خطيرة لإسبانيا وأوروبا وباسم الحكومة الإسبانية أود أن أقول إلى جميع الإسبان وخاصة من يعيشون في سبتة إننا سنعيد النظام إلى مدينتهم وعلى حدودنا بأقصى سرعة لم يشر سانشيز بأصابع الاتهام مباشرة إلى المغرب فيما يحدث لكنه أعرب عن تطلعه إلى أن تظل المملكة المغربية دولة صديقة عبر توثيق الروابط الثنائية وشدد على أن العلاقات بين البلدين يجب أن تكون مبنية على الاحترام وحيات أمك لا لا وحيات أمك أنت تستعبط أنت تستعبط يا أبن العبيطة أخلا والأبن نصري وحيات أمك لدينا علاقة زوينة ومعارسة المغربية عشدارك هذا هو ما الأوروبيين العقلية الأوروبيين هي هذه يجب أن نكون من المسلمات أوروبيا لك أنت مصلحته عندك وعاق بأنك أنت عقتي بي يقول لك أن يتبوح ويتمسكانه ويتبوهل ويتموت أحمار ويتقل السينتاء وبزاف دي القوال وأنا أحفظه وما أنا أنا أحفظه ولكن هو مصلحته عندك وأنت يا هيرت أخرت شوية يحني نوض لا 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 ويحيح ويرهرس ويدير فهذا الأعداد الكبيرة للمهاجرين لداخله الآن رأيها يعني ما أقول لكم هي واحد عقوبة كما صورتها واحد صحيفة إسبانية واحد صحيفة إسبانية دير واحد كاريكاتور الملك محمد السادس أستاذ معلم وكذلك يعلم رئيس الحكومة الإسبانية يعطي عقوبة كتب مئة مرة لن أستقبلي زعيم البوليزاري كتب مئة مرة لن أستقبلي زعيم البوليزاري فهنا هذه الآخر مستعمارة أوروبية رئيس الحكومة الإسبانية يصورونه في صحف إسبانية محمد السادس الملك المغرب يعطي عقوبة فهذا هو احدانا للأشقاء مولين بن مطوش فرصك واحد القادية أريد أن أعرف أخبار المغرب من خلالهم يعني في اليوتيوب يقولون أنه لماذا أحذر على هذه يعني هم متمين بأخبار المغرب كثير من نحن المغرب فهذه القادية سبداوتي لا تتوقون أي شيء يمكن أن تحصل بيشوف فلا تحصل بيشوف و كنت تحصل بيشوف فهذا كل ما يدخل لكم و أقوموا بمتصابة في استفادتين أعرف أنهم تتوقعون و لكنهم تتوقعون فهذا شاهدنا مغربة سوف ينقذ السياج وعمول آخرين. سوف تقرأ بعدة قراءات. سوف ترى من عدة زوايا. الذي يريد بلاده. وفهم الفيلم يسكت هذا الوقت. لا تنظر على هذا الموضوع. لكن الذي يريد أن يستغل هذا الشيء لكي يرى مغربة هربانيين. شوفوا الجوع. شوفوا البطالة. هذا لا يوجد لها وطنية. لا يوجد لها قيام. ولا يوجد لها أخلاق. لأنه لم يتعلق الأمر بالوطن. يجب أن نتوقع الخلافات بيننا ومن المخزن ومن النظام ومن المالك. ونفكروا في مصلحة بلادنا. شوفوا سيادكم. هذا الخواني. شوفوا سيادكم في ميصر. ما هي تصدق الأمر؟ نتوقع الأخوان. قالوا السيسي أننا نحن معك. فقد يتصدق الأمر. المعارضة التي كانت في تركيا قالوا السيسي أننا نحن معك. لا يوجد أن تصدق الأمر. المغرب يستعمل أي شيء. لا يمكن أن يبيع أخذ السمليون. لأن يحارب المغرب وملكة المغرب. هذا لا يوجد نقات فيها. لا يوجد أن يكون من المسلمات. لا يوجد أن يكون من المغرب. كما قلت لكم. هناك عدة قراءات لها. هناك الناس الذين يفهمون. ومع الأسف لا يقلون قليلا. وعرف المغرب ما يديره وما يريد أن يقومون. هؤلاء المغرب. هناك مبيع أزعال. هؤلاء المغرب أزعال. هؤلاء ما أزعال معه من المغرب أزعاج. لتحررون أن هذا المغرب هو جوع وهروب وأزعج. ولذلك تشجع من المغرب الأزعاج السويد. أزعاج هذه المغرب أزعاج. وضع هذه المغرب الأزعاج. هناك الآخر. وهو الأخطر والذي سوف يتكلم عنه وهو فهم أن الدولة تدير خدمتها والدولة تربيه الصبليون و يسكت و يستهمه لكن مع ذلك يضرب المصلحة الوطنية عرض الحائط و لا تهمه لا سبدا لا تهمه لا مليليا لا تهمه للصحر المغربية ما يهمه و انتخابات هو يدير دعاية انتخابية هو الأصوات هو الكورسي القبة وهنا يتعلق الأمر بالأحزاب خرج نظار بركة لا تهمه نظار بركة خرج نظار بركة و انتخابة ما نقول لكم هو كان تحميص و فقر لا تهمه أو وعيشة الفقر وعيشة المجاعة وعيشة 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 وأن هذا عند العشاء يدل على فشل الحكومة واذا أنت زار بركة؟ لا أفهم ما أفهمه لا يمكن أن تسد في أمك قليلا لا يمكن أن تسد في أمك قليلا نحن نعرف أنك نحن نعرف كل مشكلة اجتماعية وكما ترى الصورة لا تخرج من سويسي ومن حي رياضة لا تخرج قليلا وكما تريد المساعدة ونحن نعرف أمك قليلا ونعرف المدى في القرآن وقمرا وعقوب منصور ونعرف المدى أن الناس يتونك ونحن نتعرف أيضا الناس مفقارة ونحن نتعرف من البشر تبقى من نفس الشمال وكما ينبقوا وقوموا على عمل وعيشة أمك ويقوموا على عملية ونفقد المدى مع الدولة ديالنفقة ديالتس بتاع لاقصوا يخرج ويهضر ويستغل هذا شيء بشي ضرب الحكومة ديال عدل والتنمية أنا ما كنت أتمنى لحكومة عدل والتنمية ولا حكومات ما نعرف كونه إلى الجحيم كلهم من العلبيان الأحزاب المغرب كلهم كلهم ما كانت تخش فيهم وكلهم عارفهم لا فائدة منهم كل أحزاب بدون ستناء لكن عدل القادلية الوطنية أخصنا 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 نستروف منها شوية خليت دولتين خدمتها خليت ضغطي كتر لا أحدهم في القادلية نستروف من أتمنى أننا لا نستطيع الأسراب تنجح نستطيعه فإن الشعب لا يفعل شيء ينجح بما تذكر أم أن الشعب لا يفعلها أم لا هذه الأحزاب أنت انت إن هو مغرب وما قيل أن تخش في الحكومة انظرتي وما أنت تقضي المغربية لا يستطيع استقلال الآن لا يستطيع استقلال المغرب من الاستقلال ماذا يتحدث أن التعامل المغرب؟ كما تكون الحكومة جيدة لكم لذلك، الذي تحمس أوليه هو أنتم نحن نعلم أن الحزب عادل و التنمية و الحكومة فشل نحن نعلم ولكن لا يجرم أنكم شراء القومين أن لا تعديلوا لماذا أنت تحزب الحكومة للعادل و التنمية على الأخطاء التي تدارت مرة 60 و 70 عام؟ لذلك، أنت تظهر أن تظهر أنت تظهر على قلبك على الشعب يجب أن تظهر على قلبك على الشعب يجب أن يستعملوا لكي يربحوا الأصوات ما الذي يحدث فيه؟ فأخذت أنت نبي الله عبد الله فأخذت الشواري على الرباط شراء محمد الخامس على فرستين 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 أم العربية وأم العربية وأم العربية أقلت فرستين أم العربية وأم العربية أم العربية أم العربية لأننا نرفض رفضاً باتاً ومطلقاً ما سمي بصفقة القرن لأنها أولاً هذه الصفقة فهي تمس حق الشعب فلسطيني لإقامة دولة فلسطينية عاصمة القد الشريف لأن هذه الصفقة فهي تمس مشروعية الدولية لأن هذه الصفقة تشرعنوا الاحتلال لأن هذه الصفقة ترفض حق الرجوع للفلسطينيين وبالتالي نؤكد لا ثم لا لصفقة القرن مرحب 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 كيف رحب هل نحن 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 باركة فتح نحن نانسين مرحب يباركة عمد فلسطيني أدريك مرحب مرحب مع دولة إسرائيل اتفاقية السلام والتطبيع والعلقات الديبلوماسية فعش لا تتكلم لا تتكلم لا تتكلم إلى قلبك على الأمار العربية وعلى فلسطين ألعاً على العلاقة الديبلوماسية بين النوب الإسرائيل لماذا لا اعرفك العلاقة الديبلوماسية بين النوب إسرائيل لماذا لا اعرفك هذه اللحظة فلسطين لديكم انتخابات كما قلت لكم هذا المشكلة التي يوجد في المغلب حاليا هو أن لا يوجد نخبة التي تساير الملك الملك غادي بصرحة الصاروخ وهذا لا يوجد أن يكون هناك لا يوجد أن نقولها لكن غير هناك الذي تتابعها المغربة يقال وهناك أبداً يجب أن تذب تنسل تنسل مجرد تنسل أنتهي تنسل 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 ورئيس الحكومة. أما هذه هي السبتة ومليليا والصحران المغربية بعيد عليكم. دعوا الرجال دعوا الرجال دعوا الرجال الذين تصبحوا في هذا. أما هذه هي بعيد عليكم. وقسمنا بالله على العالم ويخطينا المالك. ويخطينا المالك. إلى المغرب سيقسمون 7000 دولة. انظروا المالكين والدولة كينة. والمخزن كينة. ولم تفهمون ما هو واقع. لا تفهمون. يعني هذا ما قدر الله لأنه يتعجب في المغرب. يتفاهمون معهم. يقولون لهم خذوا الداخل. خذوا العيون. خذوا خذوا خذوا. أعطوا ناما مقعدنا في برلابين. ناظر بغيتوا خذوا. خذوا خذوا خذوا. خذوا خذوا. خذوا خذوا خذوا. لأنهم لا يوجد وطنيا. لا يوجد حياة لمن تنادي. لا يوجد حياة لمن تنادي. في الآخرين. أريد أن أقول لكم مسألة. لن نرى. أولا هناك من أولا. لن يتعلم لكم مسألة. سألت المنطقة بجوع. فلا تنسى لهم. سألت المنطقة بجوع. سألت المنطقة على الهواء. سألت المنطقة بجوع. سألت المنطقة بجوع. وأن المغرب جحيم وعافية ومغرب نار ومغرب كذا لكن ليس هذا الصور ما هي هذه الصورة الآن الدولة المغربية تدفع لحوزة الترابية نحن ندخل في معركة مع الكلاب مع الكلاب الذين يريدون أن يهنشرنا ولكن عندهم أن هذا السبع المغرب يشرف وأن هذا السبع لا يشرف السبع يحي والسبع يحي والسبع يقوي والسبع يهنشر تحية لكم وأنا نعود فيديو جديد سكرا